اشتركوا في القناة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه وقد وقف بنا الحديث الباريح عند قول جابر رضي الله تعالى عنه في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لما انتهى من طوافه عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتي الطواف وقرأ فيهما بقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا وقوله ثم خرج من الباب إلى الصفا هو كما تقدم في مجلس الباريحة شروع في السعي بعد تمام الطواف لكن قول جابر رضي الله عنه ثم خرج من الباب أي باب؟ من باب المسجد الحرام؟ وهل الصفا خارج المسجد؟ بلى وهو كذلك وإلى وقت قريب كان المسعى خارج المسجد الحرام وجدران المسجد وأبوابه منفصلة عنه فكان الذي يقصد الصفا خارجا من المطاف يخرج من المسجد ويأتي المسعى ولهذا يمر بكم في كلام الفقهاء أنه لا بأس على الحائض أن تأتي المسعى لأنه ليس بمسجد وهو خارجه وإلى اليوم ترون بناء المسعى لا يزال مفصولا بجدار وإن كانت هناك طرقات تفتح من خلاله وأثناءه إلى المسجد الحرام لكن حرصا على جملة من الأحكام المتقررة بالمسعى وأما الصلاة فيه فمن أجل اتصال الصفوف كما يحصل خارج المسجد الحرام مع الجماعة الممتدة إذا اتصلت الصفوف صحة الجماعة فقوله ثم خرج من المسجد ثم خرج من الباب يعني من باب الصفا الذي يخرج به الحاج أو المعتمر من المسجد الحرام يقصد المسعى بل كان المسعى إلى وقت ليس ببعيد أدركه أهل مكة أنه كان ذا طريق تمشي فيه السيارات وفيه الأسواق والمحلات فكان خارجا عن المسجد تماما ولا تشمله أحكامه نعم ثم خرج من الباب إلى الصفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما دنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات نعم هذا بداية سعيه عليه الصلاة والسلام وكل ما سمعت في وصف هذا السعي سنة لك أيها الحاج والمعتمر أن تفعله كل ما كتب الله لك حجا أو عمر ماذا فعل اسمع رعاك الله قال ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنى من الصفا وهو أحد الجبلين الذين نسعى بينهما الصفا والمروة قال فلما دنى من الصفا من الجبل وهو في طريقه إلى صعوده عليه الصلاة والسلام قرأ الآية في البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أبدأ بما بدأ الله به هذا لفظ حديث جابر عند مسلم وفي لفظ آخر في الحديث من رواية بن عمر أخرجها النسائي والدار القطني قال ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة الأمر وعلى كل حال فيسن لي ولك إذا أتينا المسعى أن نقرأ الآية ونحن في طريقنا إلى الصفا مبتدئين أول أشواطها السبعة فتقول إن الصفا والمروة من شعائر الله تقرأ الآية قوله صلى الله عليه وسلم أبدأوا بما بدأ الله به هو تعليم لنا أمة الإسلام في الامتثال للقرآن هو تماما كقراءته الآية لما أتم الطوافة واتجه ليصلي الركعتين خلف المقام ماذا قرأ؟ قرأوا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نجعل من القرآن منهجا نعمل به فقوله أبدأ بما بدأ الله به يعني سنبدأ بالسعي بما بدأ الله به في الآية فقال إن الصفا والمروة فلما بدأت الآية بالصفا بدأ سعيه عليه الصلاة والسلام بالصفا ولهذا تقرر عند الفقهاء أن السعي سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة فمن بدأ بالصفا كان شوطه الأول منتهيا إلى المروة وكان شوطه الثاني منتهيا إلى الصفا حتى يكون السابع منتهيا بالمروة كما سيأتي ذكره بعد قليل فمن أخطأ وبدأ بالمروة فإن شوطه الأول غير معتبر ويلغى ويكون شوطه الثاني الذي سيكون من الصفا إلى المروة هو الأول ويزيد شوطا في آخره وبعض الحجيج يخطئ فيظن الحساب من الصفا إلى المروة ذهابا ثم من المروة إلى الصفا إيابا يحسبه شوطا واحدا فيكون مجموع سعيه كم؟ أربعة عشر شوطا فمثل هذا لو جاء يسأل سنقول له صح سعيك بالسبعة الأشواط الأول والزائدة لا غية ولا إثم عليك لأنك ما قصدت الخطأ في العبادة فسعى صلى الله عليه وسلم قال حتى رأى البيت بدأ بالصفا فرقي عليه يعني صعيده هل يسن صعود جبل الصفا؟ نعم من صعد جبل الصفا ولو في بداياته أجزأه ولا يلزم الصعود إلى أعلى الجبل وليس ذلك بحتم حتى لا يشق على الناس حتى رأى البيت فاستقبل القبلة وهذه سنة إذا أتيت إلى الصفا تتجه إلى الكعبة وقد لا يتاح لك مع البنيان والأعمدة أن تراها من كل النواحي فإذا ما رأيتها حسبك أن تتجه إليها مستقبلا القبلة ثم تفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ فوحد الله وكبره يعني قال الله أكبر مكبرا وهكذا تفعل في كل شور تستقبل الكعبة وأنت على الصفا وتستقبلها وأنت على المروى ترفع يدك وتكبر وتهلل الله موحدا هذه الجمل من السنة حفظها لقولها في سعينا عند الصفا والمروى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده جملة ليست بالطويلة إذا حفظتها ستقولها في كل سعي على رأس كل شوط عند الصفا وعند المروى ستقول هذا الدعاء ثلاث مرات وتدعو بين كل مرة ومرة تقوله المرة الأولى ثم تدعو بما تحب ثم تقوله المرة الثانية ثم تدعو بما تحب ثم تقوله المرة الثالثة وتدعو وتنصرف بعدها مكملا سعيك ماذا تقول في الدعاء؟ ليس هناك شيء محدد في السنة فيما تقوله في الدعاء سوى هذه الجملة أما ما تقوله بينها وما تقوله في طريقك من الصفا إلى المروة وبالعكس فهذا باب واسع تكبر الله تحمده تهلله تسأله من خيري الدنيا والآخرة لنفسك ولوالديك ولزوجك ولأولادك ومن أوصاك من المسلمين ولأمة الإسلام جميعا وللأحياء والميتين هذا باب واسع وإن شئت قرأت القرآن وحركت لسانك بما يسر الله لك من ذكره وشكره سبحانه وتعالى لكنه جاء عن بعض السلف كما أخرج البيهقي عن ابن عمر قال ثم يدعو دعاء طويلا ويكرر ذلك حكى النخعي عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقومون على الصفا وعلى المروة قدر خمس وعشرين آية يعني مقدار وقوفهم للدعاء وهذا أيضا يعني مدة ليست بالطويلة فإن قدر خمس وعشرين آية بأقل من قراءة سورة الملك وهي ثلاثون آية فهذا يعني دقائق معدودات لكنه قدر يجد فيه المسلم موضعا للدعاء يسأل فيه ربه وهو متلبس بنسك يحبه الله عز وجل ويكرم أصحابه قال ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة نعم ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى ثم نزل إلى المروة نزل من أين من على جبل الصفة متجهين إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه صلى الله عليه وسلم ما معنى انصبت قدماه أن تنازل من جبل الصفة والنازل من جبل إلى أسفل الوادي سيجد في قدميه سرعة وحركة هذا انصباب القدمين جريانها وسرعتها بالمشي حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى قال الفقهاء هذا دليل على أنه ما سعى راكبا صلى الله عليه وسلم بل سعى على رجليه والطواف كان راكبا على ناقته القصوى ووهم ابن حزم رحمه الله فزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان راكبا حال سعيه وهذا خطأ بل والحنفية يوجبون السعي ماشيا قالوا لأنه المأثور من فعله صلى الله عليه وسلم وأما الطواف فقد طاف عليه الصلاة والسلام راكبا ولا حرج إلا السعي فإنه خصه بالمشي فدل ذلك على لزومه فأبو حنيفة والليث بن سعد وأبو ثور يوجبون السعي على القدم من غير ركوب فلما قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعيدتا يعني قدماه يعني صعيد عن الوادي مشى ولهذا يقول الفقهاء من سنن السعي هذا السعي الخفيف الذي يشبه الجرية في هذه المنطقة في الوادي وهي اليوم في المسعى معلمة بالإضاءات الخضراء التي تغطي منطقة السعي في بداية الوادي ونهايته فالسنة لمن أتى هذه المنطقة أن يسعى ومعنى السعي فيها الهرولة اليسيرة التي يتحرك فيها عابرا هذا الوادي حيث مع البنيان لا يتبينوا واد ولا مرتفع والمكان كله مستوين هذه سنة في حق الرجال خاصة دون النساء قال حتى إذا صعيدتا يعني صعيدت قدماه من بطن الوادي المشي المعتاد حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء يعني ماذا فعل؟ استقبل القبلة وكبر الله ووحده وقال الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قالها ثلاث مرات يدعو بين ذلك لما فعل كما فعل على الصفاء فعله على المروة وهكذا واختصر جابر رضي الله عنه صفة السعي بهذه الطريقة قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة في هذا دليل أن السعي يبدأ بالصفاء وينتهي بالمروة وأن الأشواط السبعة تعدها بين كل جبل وجبل واحدا شوطا واحدا وليس الذهاب والإياب معا يكون شوطا وإلا منتهى على المروة في الشوط السابع فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة حتى إذا كان آخر طوافه على المروة يعني بعدما انتهى من سبعة أشواط هل صلى ركعتين الجواب لا ولهذا ليس للانتهاء من السعي ركعتان كما هو في الطواف فلما انتهى من السعي تم عليه الصلاة والسلام لكنه هنا خاطب أصحابه فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي هذه الجملة لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت تقال هذه الجملة عندما يريد الإنسان أن يبدي رأيا بدى له فيما بعد غيره ففعل شيئا ثم أراد أن يبدي أن يبدي رغبته في أمر سوى الذي كان منه ليس على سبيل التندم ما قال ليتني فعلت كذا ولو أني قدمت يوما في السفر لأدركت كذا فإن هذا ممنوع يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان لكن هذه لو هنا في كلامه صلى الله عليه وسلم تقال لاستقبال أمر فيه مزيد خير في دين وعبادة وعمل صالح ليس تندما على ما فات لكن أريد أن يقول أنا كنت سأتحلل الآن من انتهاء السعي بعمرة لكنني لن أفعل من أجل أني أتيت بالهدي معي فتعلمنا مسألة مهمة من مسائل المناسك الذي يأتي بالحج إما أن يحج مفردا بالحج فقط أو أن يكون متمتعا يأتي بعمرة يتحلل ثم يحرم بعدها من جديد بالحج أو يأتي قارنا والقران أن يحرم بعمرة وحج معا بإحرام واحد لا يتحلل بينهما والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أتم الطوافة والسعي قال لأصحابه تحللوا وأمرهم أن يجعلوها عمرة في مطلع الحديث جابر رضي الله عنه في الميقات ماذا قال قال لسنا نعرف إلا الحج لسنا نعرف العمرة يعني هم من الميقات ما كان أحد منهم نوى العمرة فما الذي حصل الآن يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا نية إحرامهم بالحج إلى العمرة وهل يصح هذا الجواب نعم طيب حتى لو أتيت أنا من الميقات وكنت ناويا الحج فقط ثم جئت مكة في اليوم الثالث من ذي الحجة الرابع الخامس ووجدت أنه معي متسع من الأيام ويشق علي أن أبقى محرما فأردت أن أجعلها عمرة وأتحلل ثم أحرم بالحج مرة أخرى هل يصح لي ذلك وأنا لم أنوها من الميقات الجواب نعم قال الإمام أحمد رحمه الله صح فيه عن بضعة عشر صحابيا هذه الرواية وهذا يدلنا على فائدة جليلة أن أحدنا ربما جاء إلى الميقات في الحج ونوى الحج فقط فلما جاء مكة وأتم الطواف والساعي نصحه بعض رفاقه أو هو بدى له أن يغير نيته هل يصح؟ الجواب نعم لأن هذا انتقال إلى الأعلى والأفضل في النسك كنت تنوي الحج فقط والآن سيكون لك عمرة وحج وهذا أعلى درجة وأكثر عملا قال عليه الصلاة والسلام لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدية وجعلتها عمرة يعني كنت مثلكم سأفعلها عمرة لكنني لا أستطيع لماذا؟ من أجل سوق الهدي هذه فائدة ثانية من ساق الهدي معه من خارج مكة ودخل به مكة حتى لو أراد التمتع لا يجوز له التمتع وسيبقى محرما على إحرامه ما الذي يمنعه من التحلل؟ سوق الهدي قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي فإذا لأنه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم فلن يتحلل بعمرة وسيبقى محرما سيبقى محرما مفردا أو قارنا على خلاف بين الفقهاء ولعل الراجح إن شاء الله أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم لأن المفرد لا يلزمه الهدي ولا يجب عليه تنبيه أخير بعض الحجيج يفضل حج الإفراد على التمتع والقران لسبب واحد أنه لا يجب عليه فيه الهدي والهدي مكلف وربما هو من فقره لا يجد قيمة الهدي فمثل هذا نقول له ما ينبغي لك ذلك لأن الأمر فيه سعة وخطأ يا كرام أن ننظر إلى هدي التمتع أنها زيادة تكاليف وأنها زيادة نفقة ومصروف بل هي زيادة عبادة ثم يسر الله علينا والذي لا يجد الهدي قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وهذا فيه سعة تلك عشرة كاملة فنقول لهذا الحاج حجك بالتمتع أولى فإن كان عذره الهدي سنقول له صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع تقوم مقام الهدي بدلا عنه وإن كنت لا تستطيع يقول صلى الله عليه وسلم آمرا أصحابه فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلا يعني يعني يحلق شعره ويقصر ويتحلل قال وليجعلها عمرا كانت هذه دهشة للصحابة لما؟ لأنهم ما عهدوا ذلك ولا عرفوه قبل الإسلام بل مر بكم أنهم عند الإحرام من الميقات يقولوا جابر لا نعرف العمرا لسنا ننوي إلا الحج وكانت العرب ترى العمرة في أشهر الحج فجوراً بل من أفجر الفجور فجاء الإسلام فأبطل هذا وأقر مشروعية العمرة ولهذا بوسع المسلم لو جاء في أشهر الحج شوال ذو القعدة بل حتى اليوم بل إلى يوم عرفة لو جاء وقال أريد الاعتمار والانصراف يجوز؟ نعم يجوز له ذلك فإن جمع بين العمرة والحج كان متمتعاً والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة شق ذلك على الصحابة واستعجبوا فأبدى لهم عذره قال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة وما دبها أصحابه فمن ساق الهدي فلا يحل من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه ولا يجوز له التحلل وأما من لم يسق الهدي فليتحلل عجب الصحابة إلى درجة أنهم سألوا قالوا يا رسول الله أي الحل؟ طيب سنتحلل نتحلل من ماذا؟ من لبس المخيط؟ ننزع الإزار والرداء؟ أو هو الطيب؟ أو هو إتيان النساء والجماع؟ قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله فقالوا يا رسول الله ننصرف إلى منا وذكر أحدنا يقطر يعني يجوز للمحرم بين العمرة والحج أن يجامع زوجته وهو جاء للحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولهذا سمي هذا النسك تمتعا لأنه يتمتع فيه الحاج بكل ما كان محظورا عليه حال الإحرام وهو أعلى درجات النسك عند جمهور الفقهاء وأفضله لجمعه بين هذين النسكين الحج والعمرة قال صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة نعم فقام صراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل أبد أبد قام صراقة بن مالك بن جعشم صاحب القصة الشهيرة في ملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة من مكة إلى المدينة وهو الوحيد الذي ظفر به ما في الطريق ولما أقبل فكان من الله معجزة وآية أن ساخت قدم فرسه في التراب في الأرض ثم لما أيقن الهلاك أعلن أنه لن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره حينها عليه الصلاة والسلام بلبسه سواري كسراء تأخر إسلام سراقة رضي الله عنه لكنه أسلم ولما فتحت فارس وجيء بكنوز كسراء إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حقق نبوءته صلى الله عليه وسلم وأتى بسراقة فألبسه سواري كسراء هذا كله وقد شهد سراقة حجة الوداع قام سراقة وقد سمع هذا الكلام ورأى هذا التوجيه الإسلامي الجديد أنه يجوز الإحرام بعمره وأن يفسخ نية الحج إلى عمره فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد يعني هل هذا الموقف هي رخصة ورحمة وتخفيف وتيسير لنا فقط لهذا العام معك يا رسول الله أما هو تشريع عام إلى يوم القيامة فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج ما معنى هذا التشبيك؟ التداخل دخلت العمرة في الحج يعني جاءوا بإحرام حج فمن أين جاءت العمرة؟ قال دخلت العمرة في الحج قال لا يعني ليس لعامكم هذا بل لأبد أبد يعني إلى يوم القيامة ولهذا قال الفقهاء هذا الحكم مشروع قائم لأمته صلى الله عليه وسلم دائما نعم وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج هذه قصة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو الذي تقدم معنى أنه لم يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجه من المدينة لما؟ لأنه كان باليمن مع أبي موسى يأتيان بالهدي إلى مكة فالتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في هذا الموضع بعد أن تحلل الصحابة بعمرة ومنهم زوجه فاطمة رضي الله عنها جاء علي قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالإبل التي ساقها من اليمن فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حلا فتعجب علي ما وجه التعجب؟ أيضا على ما استقر عنده فيما كانت العرب عليه أن هذا لا ينبغي كيف وقد أحرموا بالحج معه عليه الصلاة والسلام وجدها ممن حلا ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت يعني أخذت زينتها كاملة قال فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا صلى الله عليه وسلم فأقامت عليه الحجة ولا سبيل إلى الاعتراض لكن علي رضي الله عنه ما يزال هذا عنده غير مفهوم ولم يكن قد حضر الموقف على المروى لما قال لأصحابه لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرا ولم يحضر هذا التوجيه فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرا ما كان عنده هذا العلم فلما سمع الخبر من فاطمة رضي الله عنها ما شك في صدقها لكنه أراد التثبت قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يقول جابر كان علي يقوله بالعراق يعني لما تولى الخلافة وانتقل إلى الكوفة كان يحكي هذا الموقف رضي الله عنه فأخذه جابر رضي الله عنه فأدرجه هنا في الرواية حتى يأخذ موضعه في السياق فكان علي يقوله بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة ما يعني محرشا جاء يشكوها يعني انظر ماذا فعلت أخطأت فعلت كذا للذي صنعت كيف لبست الصبيغة كيف تكتحل كيف تتجرد من لباسها وتلبس ثياب الزينة كما تفعل المرأة لزوجها فقال صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت يعني فيما أخبرتك به وأني أنا الذي أمرتها السؤال علي رضي الله عنه الآن جاء محرما من اليمن وهو الآن سيتوجه بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا قلت حين فرضت الحج يعني ماذا نويت في الميقات حتى يتنزل عليه الحكم هل نوى العمرة أو نوى الحج والغالب أن الصحابة لا ينون إلا الحج لأنهم لا يعرفون العمرة لكن علي رضي الله عنه كان له جواب بديع ما قال نويت الحج ولا قال نويت العمرة قال ماذا قلت حين فرضت الحج نعم قال ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم هذا الذي تقدم ذكره مرارا في مجلس الأمس وقبل الأمس من المبدأ الكبير الذي استقر في نفوس الصحب الكرام رضي الله عنهم ما هو الطاعة العجيبة والاقتداء التام برسول الهدى صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان غائبا جعل نيته في الإحرام معلقة بنية رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب هذا الصنيع وأبو موسى أيضا صنع مثل ذلك حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت وهنا قال لعلي فإن معي الهدي فلا تحل ألم تقل إني أهل بما أهل به رسولك وهانذا سقت الهدي فلن أحل فأنت مثلي لما؟ طيب هل ساق علي الهدي؟ لا كيف؟ نعم ساق الهدي له أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم علي وكيل مندوب ذهب فأحضر الهدي من اليمن الهدي لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إذن ليس معه هدي إذن كان ينبغي أن يتحلل أو لا يتحلل؟ يتحلل لأنه ليس معه هدي لكن هذه منقبة لعلي أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي معه وأعطاه حكمه فقال فإن معي الهدي يعني وأنت معي فلا تحل لاحظ ما صنع هذا لابنته فاطمة رضي الله عنها وجعلها تحل من إحرامها لكنه قال لعلي فإن معي الهدي فلا تحل قال العلماء هذه من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وفي الحديث أيضا حكم فقهي يجوز للرجل أن يعلق الإهلال في التلبية ومعنى تعليقه كما قال علي يعني قد يحج الرجل مع أبيه أو مع شيخه وليس معه في الميقات فيقول اللهم إني أهل بما أهل به فلان فتكون النية معلقة فإذا جاء مكة قبل أن يبدأ في النسك يتبين ما الذي علق به إحرامه فإن كان تمتعا أو قرانا أو إفرادا وجه للذي علق به إحرامه عليه نعم قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم نعم فكان جماعة الهدي يعني مجموع الهدي الذي اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما ساقه ومعه من المدينة وفيما قدم به علي رضي الله عنه من اليمن كان مئة مئة من البدن اجتمعت في هديه صلى الله عليه وسلم وسيأتيك حديثه في الأخير في نحرها قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي إذن أيهما كان أكثر في الصحابة المتمتع أو القارن المتمتع كان أكثر قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ما ذكرت الرواية هنا عددهم لكن التعبير يشعر بأنهم أقل لأنه قال حل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي وهذا أيضا فيه دلالة على ما كان غالبا على حياة الصحابة من الفقر والقلة ومن ذا الذي كان معه الهدي سوقه من المدينة أو من دياره إلى مكة لكن الغالب عليهم رضي الله عليهم قلة ذات اليد فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فلما كان يوم التروية هذا يوم كم يوم الثامن من ذي الحجة صمي بيوم التروية لأن قريشا كانت تحمل الماء من مكة إلى ميناء وترتوي وربما قالوا يرتوون من الماء بمكة صعودا إلى ميناء فعرفات حيث لم تكن المياه على وفرة آنذاك واليوم بحمد الله توفرت السبل وتهيأت للحجيج كل الوسائل التي يحتاجونها في حجهم فلا الماء ولا الغذاء ولا المواصلات فضلا من الله عز وجل ومنا ثم جهودا حثيثة كريمة مباركة مبذولة في هذه البلاد أيدها الله عز وجل قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء فأهلوا بالحجي يقصد عامة من تحلل من الصحابة قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء من أين توجهوا؟ من مكة متى وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من المدينة؟ في أي يوم؟ وصل صبيحة رابع من ذي الحجة وصل مكة صبيحة اليوم الرابع إذن بقي بمكة الرابعة والخامسة والسادسة والسابع ثم تحرك إلى ميناء يوم الثامن السؤال أين أقام صلى الله عليه وسلم هذه الأيام؟ في الأبطح والأبطح يقع في الطريق من مكة إلى ميناء وهي منطقة لا تزال تسمى بهذا الاسم إلى اليوم ضربت له خيام فنزل بها وبقي هناك عليه الصلاة والسلام حتى أهل والصحابة بالحج قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء فأهلوا بالحج المتمتع هذا حكمه أنتم الآن متحللون وكلكم قد اعتمر بفضل الله وينتظر يوم الثامن فإذا كان يوم الثامن من أين ستهلون بالحج؟ من مكانه كل من مكانه إذن لا يلزم رعاك الله أن تنزل المسجد الحرام فتحرم ولا يلزم أن تذهب إلى الميقات ولا إلى مسجد عائشة في التنعيم ولا غيره من الأماكن من حيث أن تنازل في سكنك وفندقك ومنزلك الذي أنت فيه من مكانك تحرم منه وتهل بالحج تقول لبيك اللهم حجا وتنصرف إلى ميناء قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها أي؟ بميناء إذن تحرك ضحى اليوم الثامن ووصل ميناء فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أي فجر؟ فجر يوم التاسع يوم عرفة صلواته صلى الله عليه وسلم بمنا كانت قصرا من غير جمع وهذه السنة يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين لكن كل صلاة في وقتها من غير جمع لأنه لا حاجة إلى الجمع وفي حجه صلى الله عليه وسلم لا جمع بين الصلوات إلا يوم عرفة يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة وباقي أيام الحج فلا جمع بين الصلوات معشر الحجيج إنما هو القصر فقط قال فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمره فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بأحر نعم متى تحرك عليه الصلاة والسلام من منا متوجها إلى عرفة نعم بعد طلوع الشمس قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس توجه عليه الصلاة والسلام ولما توجه أمر بمن يسبقه إلى عرفة يهيئ له المكان وأمر بقبة من شعر يعني مظلة يتضلل بها صلى الله عليه وسلم وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمره ونمره هو واد يقع قبيل عرفة على حدود عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم في تحركه من منا إلى عرفة جعل هذا المكان مستراحا له ينزل به صلى الله عليه وسلم في نمره قال وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمره ونمرة الآن جزء منه هو واقع في مقدمة مسجد عرفة أو المسمى بمسجد نمرة فحيث يخطب الإمام خطيب الحجاج يوم عرفة والصفوف الأول في المسجد هي في نمرة وليست في عرفة ونمرة خارج عرفة وليست جزءا منه والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من منا وقف بنمرة قالوا أراد الاستراحة وضربت له القبة تقيه من الشمس قال الفقهاء في هذا جواز التضليل للمحرم إذا كان نازلا أو جالسا وقال بعضهم حتى الواقف والراكب يجوز له الاستضلال وهذا الذي انعقد عليه قول الفقهاء جواز الاستضلال وأن هذا لا ينافي تغطية الرأس المحظور على المحرم فيستضل المحرم بمظلة ويستضل بسقف السيارة وبسقف الخيمة وبكل ما يقيه من الشمس لا حرج إنما الممنوع أن يغطي رأسه بملاصق كالغطاء والعمامة والطاقية والغطاء الذي يغطي به جسده وفوق رأسه مباشرة فهذا الممتنع الذي لا ينبغي له قال فضربت له وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام المشعر الحرام مزدلفة ويقال جبل في مزدلفة يقال له قزح فالمشعر الحرام مزدلفة ومر بكم في أول مجلس أن قريش في الجاهلية إذا حجت لا تقف بعرفة أين تقف في مزدلفة؟ لما؟ تعصباً لأن مزدلفة داخل حدود الحرم وعرفة خارج حدود الحرم فكانت قريش من فخرها وخيلائها وتشددها تقول نحن أهل الحرم فلا نخرج عن الحرم في الحج ويقفون في مزدلفة خلافاً لكل قبائل العرب قال لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية لكنه خيب ظنها صلى الله عليه وسلم وحج على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام قال فأجاز يعني تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها هذا متى؟ قبل الظهر واستراح بها فنزل بالقبة التي ضربت له بنمره مستريحاً صلى الله عليه وسلم نعم فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس حتى إذا زاغت الشمس يعني زالت يعني دخل وقت الظهر لما دخل وقت الظهر دخل عرفة قال أمر بالقصوى وهي ناقته فرحلت له يعني ما معنى ترحيل الناقة وضع الرحل على ظهرها أولم يكن الرحل على ظهرها بلى لكنه صلى الله عليه وسلم من رأفته بالحيوان لما نزل مستريحاً بنمره أنزل من على ظهر الناقة الرحل إراحة للداب وتخفيفاً عليها فلما أراد الركوب ثانية أمر بها فرحلت وضع الرحل أيضاً مرة أخرى على ظهر الناقة قال فجهزت فرحلت له فأتى بطن الوادي أي وادي؟ وادي عرنة بطن وادي عرنة وهو وادي يمر بعرفة والجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن عرنة ليس من عرفة والحاج إذا أراد الوقوف بعرفة عليه أن لا يكون ببطن هذا الوادي واستدلوا بحديث السنن في قوله صلى الله عليه وسلم وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة إيش يعني ارفعوا عن بطن عرنة؟ لا تقفوا بها قال الجمهور عرنة ليس من عرفة والحاج إذا وقف بعرنة عليه أن ينتقل إلى داخل عرفة وقال الإمام مالك رحمه الله بل عرنة جزء من عرفة واستدل بالحديث نفسه كيف؟ قال لو لم تكن عرنة جزءاً من عرفة ما قال عليه الصلاة والسلام وارفعوا عن بطن عرنة لو قال عرفة كلها موقف وإذا كانت العرب تعرف أن عرنة ليست من عرفة ألم يكفي قوله عرفة كلها موقف؟ كان يكفي فلماذا يقول وارفعوا عن بطن عرنة؟ قال لأن عرنة جزء من عرفة لكنه موطن مفضول والأفضل أن لا يقف به لكن لو وقف به الحاج صح عند مالك حجه وعند الجمهور لا يصح وبعض المالكية يصحح الحج ويوجب الدم لأنه عليه الصلاة والسلام قال ارفعوا عن بطن عرنة على كل حال فالأحوط وهو الذي عليه إجراءات الحج اليوم وتحديد علامات حدود عرفة إخراجوا عرنة عن حدود عرفة احتياطاً وأسلموا للحجيج وأن يكون حجهم جميعاً داخل عرفة في الوقوف بها قال فخطب الناس ستسمع الآن جزءاً من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي ألقاها على مسامع الحجيج يوم عرفة هذه الخطبة العظيمة العصماء أعظم خطبة في الإسلام خطبت في موسم الحج خطبته صلى الله عليه وسلم وهي كما تسمع خطبة قصيرة وجيزة لكنها عظيمة بليغة فيها جمل الأحكام وجل قواعد الإسلام وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحاره كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل ورب الجاهلية موضوع وأول رباً أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أختموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهون فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون هذه خطبته صلى الله عليه وسلم في عرفة وخطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة واحدة من مجموع خطبه التي خطب بها الناس في الحج كم عدد خطبه في الحج صلى الله عليه وسلم كم ثلاثة واحدة أربعة سئل الإمام أحمد رحمه الله عن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كم هي فذكر ثلاثة خطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر بمنا يوم العيد وخطبة يوم النفر الأول بمنا يوم كم يوم النفر الأول يوم النفر الأول يوم الثاني عشر لأن يوم الثالث عشر يوم النفر الثاني والنووي رحمه الله في كتاب الإضاح ذكر أربع خطب للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر الثلاثة المذكورة عن أحمد خطبة يوم عرفة ويوم العيد ويوم الثاني عشر زاد النوي خطبة يوم السابع بمكة علم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الحج للحجيش قبل الصعود إلى منا وأيضا القاضي عياض المالكي ذكر أنها ثلاثة خطب قال خطبة يوم السابع بعد الظهر في المسجد الحرام وقيل قبل الزوال وخطبة يوم عرفة وخطبة يوم العيد أول أيام الرمين بعد الظهر إذن هم متفقون على خطبة يوم النحر وخطبة عرفة ومختلفون في خطبة السابع أو خطبة الثاني عشر والأمر في هذا يسير هذا التفات منه صلى الله عليه وسلم إلى استغلال مجامع الناس العظيمة لتوجيه جمل الإسلام وأحكامه العظام السنة في مثل هذه الخطب تقصيرها وإيجازها ليش؟ لأن الخطب العظيمة كلما كانت أقصر وأوجز كانت أوعى للسامع فإذا طالت أنسى آخرها أولها فهذه خطبه صلى الله عليه وسلم وهي أبلغ وأعظم تلحظون شيئا آخر في الخطبة ما ذكر أركان الإسلام ما ذكر أركان الإيمان؟ ما ذكر حقوق الله الخالص المحضة؟ ذكر حقوق الخلق على الخلق ذكر الدماء والأموال والأعراب ذكر حقوق النساء ذكر إبطال أمور الجاهلية في الثأر وإراقة الدماء وإبطال الرباء هذا دليل أيضا على أن حقوق الخلق يوم القيامة أصعب من حقوق الله لما؟ لأن حق الله عز وجل يوم القيامة مبني على العفو والمسامحة والله كريم سبحانه وأما حقوق الخلق فمبنية على المشاحة والمطالبة والقصاص يوم القيامة فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام جملا ترتكز على أركان أهمها تحريم الدماء والأموال والأعراب قال صلى الله عليه وسلم مبينا حرمة هذا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أرأيت كيف غلّض عليه الصلاة والسلام تحريم الدماء والأموال والأعراب؟ بل إنه في بعض الروايات غير حديث جابر جعل يسأل الناس أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله قال أي شهر هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس شهر ذي الحجة الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فأي بلد هذا؟ قالوا فسكتنا قال أليس بلد الله الحرام؟ قالوا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هذا والله من أشد تغليظ الحرومات في النصوص الشرعية لا يعرف مثله في الإسلام يعني أن المنتهك حرمة دم المسلم أو عرض المسلم أو مال المسلم كالذي انتهك الحرمات الثلاث كالذي أتى حرمة هدك بها حرمة البلد الحرام في الزمن الحرام اليوم الحرام والشهر الحرام هذه والله من أفضع الكبائر في الإسلام لنعلم أن دم المسلم وعرض المسلم ومال المسلم حفر والله من حفر جهنم وباب من بواباتها التي تلقي بصاحبها والعياذ بالله في أسفل قاعها فليتق الله عباد الله المسلمون في دماء المسلمين وليعلم المسلم أن جرأته على دم مسلم أو عرض مسلم أو مال مسلم عظيم والله عند الله يذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لتبقى درسا يقرع أسماع الأمة إلى يوم القيامة فقولوا للمتساهلين في دماء المسلمين أين أنتم عن وصيته صلى الله عليه وسلم قبل ما ماته بثلاثة أشهر في أعظم بقعة في أطهر مكان في أعظم يوم يوم عرفة يسمع الأمة ويدوي صوته في التاريخ ويبقى محفوظا إلى قيام الساعة أن الاستسهال في إراقة المسلم دم أخيه المسلم كبير والله عند الله سواء كان التعدي عليه بسبب اختلاف وشجار وخصام بينهما أو وزه الشيطان فاستعجل في شيء مما بينه وبين أخيه فاعتدى عليه وأرى قدمه أو كان ارتكابا لما هو أفضع استحلال الدماء وتكفير المسلمين والتعدي على دمائهم وإراقتها لشبهة تكفير وتأويل عياذا بالله هذا والله من أفضع الحرام وينبغي أن نعلم أمة الإسلام أننا في حجنا ما نزال نستمع أصداء خطبته العصماء صلى الله عليه وسلم في حجنا كل عام في تحريم الدماء وتحريم الأموال وتحريم الأعراض بين المسلمين هذه حرمات عظيمة من اقتحمها هتك حرمات ربنا من فوق سبع سماوات وإراقة دم امرئ مسلم من الكبائر العظيمة عند الله والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة كل هذا الوعيد حفظا لدم المسلم وعصمة له ويبقاء على هذه الحرمة الكبيرة بين المسلمين في احترام الدماء وعصمتها بين المسلمين ثم قال صلى الله عليه وسلم مبطلا أيضا بقايا الجاهلية ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تدري ما أوله اعتقاد الجاهلية في الكفر والشرك والوثنية وما آخره كل سلوك في الجاهلية يأباه الإسلام من خلق ذميم أو اعتقاد قبيح أو شيء من بقايا الجاهلية التي لا يقرها الإسلام ثم دخل في التفاصيل ودماء الجاهلية موضوع أي دماء؟ دماء الثأر والانتقام وحظوظ النفس وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه الملازم ربيعة بن الحارث وأول دم أمر بوضعه يعني بإبطال ثأره دم ولده وابن ربيعة بن الحارث اسمه إياس وقيل اسمه حارثة وقيل اسمه آدم وهو تصحيف فإما إياس وإما حارثة كان طفلا يقول كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذي سبب ذلك أن قريشا كما تعلمون كانوا يرسلون بأطفالهم صغارا إلى البادية يسترضعونهم هناك حتى يشب على صحة وعافية وطلاقة لسان وجرأة وقوة جنان وسائر ما لدى البادية حتى نبينا صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد عند حليمة السعدية فكان هذا الصغير واسمه إياس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب كان صغيرا هناك مسترضعا فكان صبيا يحبو فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبين ليث ابن بكر فقتله الحجر لما أصابه وإذا قتل بين بني سعد سيطلبون ثأره أنه دم قتيل لطفل رضيع عندهم وكان هذا لا يزال مرفوعا فيه طلب الثأر قال صلى الله عليه وسلم وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث لماذا بدأ بدم ابن عمه صلى الله عليه وسلم تأكيدا على مصداقية ما يأمر به وهكذا القائد العظيم عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء بدأ بنفسه وأهل بيته لما أمر بوضع الدماء أصدر حكمه بأن أول دم يوضع يعني يبطل ثأره والمطالبة به دم ابن عمه ابن ربيعة ابن الحارث وكذلك قال وربا الجاهلية موضوع ما معنى موضوع باطل كله لا يجوز التعامل به ولا المطالبة به وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب عمه صلى الله عليه وسلم فإنه موضوع كله لما انتهى من المعاملات وانتهى من الدماء والأموال بالربا انتقل إلى ركن في حياة المجتمع المسلم النساء الزوجات قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله كلمة الله قيل هي التوحيد والإسلام لأن عقد النكاح بالإسلام وقيل بل هي كلمة النكاح وعقد النكاح فإنه ميثاق غليظ كما قال ربنا عز وجل وقد أخذتم منهن ميثاقا غليظا قال ولكم عليهن ها هنا حقوق وواجبات أيها الرجال أيها النساء هذا قانون وميثاق نبوي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه حجة الوداع في عشية عرفة في خطبته العصماء صلى الله عليه وسلم قال ولكم عليهن لكم أيها الأزواج من الحقوق على الزوجات ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه قيل معناه تحريم الزنا وقيل بل المراد سوى ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن بالدخور لبيت زوجها لأحد إلا بإذنه ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه قال فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح شرع للأزواج عقوبة الزوجات في حدود الأدب لا في حدود الانتقام ولا في حدود العقام بالمؤذي الذي لا تستقيم معه مودة وحياة زوجية تسري بالمعروف بينهما ثم انتقل إلى المقابل ولهن يعني للزوجات عليكم أيها الأزواج رزقهن وكسوتهن بالمعروف إكرام الزوجة مطلب وإعطاؤها حاجتها من الرزق والكسوة اللائقة بمثلها وقيد ذلك صلى الله عليه وسلم بالمعروف ما معناه بما يتعارف الناس عليه وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان فعرف البلد يختلف عن بلد آخر وكذلك الزمان وعن زمان وقيده صلى الله عليه وسلم بهذا العرف ثم ختم فقال وقد تركت فيكم ما لن تظلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله انتهت خطبته كم استغرقت معكم الآن حتى بشرحها دقائق معدودات في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قال للحجاج في سنة من السنوات في الحج قال إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف يعني لا تطل بنا الخطبة فنحن إلى الوقوف والالتجاء إلى الله في هذه الساعات أحوج وصرف الوقت في مثل هذا هو الواجب في مثل ذلك الموت يوم عرفة ثم قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمته وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون يخاطب من يخاطب نحو من مائة وعشرين ألفا من الصحابة حوله يحيطون به سؤال هذه الخطبة أين ألقاها صلى الله عليه وسلم في عرفة لما دخل عرفة أو لما أتى عرنة طيب الذي كان معه والذي يسمع الخطبة أحد أو مئات أو ألوف أو عشرات الألوف فكيف أسمعهم خطبته صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أهل العلم أن هذا من المعجزات وأنه صلى الله عليه وسلم محتاج إلى من يبلغ عنه الخطبة وأن الله أنفذ صوته ولهذا كان يتوخى الصعود على ظهر ناقته القصواء في طوافه في خطبته من أجل أن يراه الناس وأن يشرف على الجمع وأن ينفذ صوته فسمعت الناس خطبته وروت صحابة رضي الله عنهم الجمل التي سمعت والآن يستنطقهم ويستشهدهم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون سيسألكم الله يوم القيامة عن نبيكم هذا الذي عاش بين ظهرانيكم صلى الله عليه وسلم فما أنتم قائلون نعم قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت شهدوا بها رضي الله عنهم ونحن أيضا نشهد بها أليس كذلك؟ بلى والله نشهد أنه قد بلغ صلى الله عليه وسلم وأدى صلى الله عليه وسلم ونصح صلى الله عليه وسلم فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد وفي بعض الألفاظ ينكبها يعني يرفع أصبعها ويشهد ربه على شهادتهم أنهم شهدوا له بالأداء والبلاغ والنصيحة صلى الله عليه وسلم وأراد بذلك أن يختم حياته صلوات الله وسلامه عليه بإبراء ذمته في الدنيا قبل الآخرة ولو لم يفعل لما كان بحاجة صلى الله عليه وسلم فإنه والله ما ادخر وسعا ولم يأل جهدا في تبليغ الدين والوحي والقرآن وفي تعليم الرسالة وإرشاد الناس وهو كما قال الصحابة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام والله ما مات وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا منه علما لم يمت صلى الله عليه وسلم وليس في الدنيا باب خير إلا دل الأمة عليه ولا باب شر إلا حذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم علمنا كل خير نحتاج إليه في دنيانا وأخرانا وحذرنا من كل شر يمكن أن يسوءنا في دنيانا وأخرانا فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه ورغم ذلك كله فرغم رأفته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقف دوره وبلاغه وحرصه وحبه لأمته عند حدود حياته صلى الله عليه وسلم وانتهت بوفاته عليه الصلاة والسلاء بل إنه لا يزال يدفع عن أمته ويذب عنها ويحرص عليها حتى يوم القيامة وكلكم يعرفوا حديث الشفاعة والورود على الحوض وإذا بفئام من أمته يذاد عن الحوض يعني يبعد عن الحوض ويدفع عنه فيقول مدافعا صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي فيقال له صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك وأن الذي حرم من حوضه وحجب عن حوضه صلى الله عليه وسلم إنما هم من حاد عن سنته وأحدث في أمته فحرم من نيل هذا الفضل الكبير بالورود على حوضه يوم القيامة نسأل الله العافية والمقصود أنها جمل استنطق بها صلى الله عليه وسلم أمته في آخر أيام حياته لأنه لم يكن بين حجة الوداع ومماته سوى نحو مئة يوم لا أكثر كان عليه الصلاة والسلام يحج بأمته واجتمع معه العدد الذي لم يجتمع مثله قط قال ثم أذن أي أذان أذان الظهر لأنه دخل عرفة بعد ما زالت الشمس ثم أذن ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بقناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشات بين يديه قال ثم أذن أذن المؤذن بعض الفقهاء يقول إن الأذان يكون عقب الخطبة وهذا هو الظاهر من الحديث وبعض المالكية وهو وجه عند الشافعية يرى أن بداية الأذان يكون بنهاية خطبة الخطيب فينتهي أذان المؤذن مع انتهاء الخطيب من خطبته فيقيم الصلاة فورا وظاهر الحديث هنا على أن ابتداء الأذان بعد فراغه من الخطبة صلى الله عليه وسلم أذن فأقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر هذا جمع وقصر جمع وكان حجه يوم عرف وافق يوم جمعة فلم يصل جمع بل صلى الظهر قصرا مع العصر وجمعا جمع العصر مع الظهر تقديما من أجل أن يكون متسع لعبادة عظيمة سيبدأ وقتها وهو الوقوف والدعاء بعرفة هنا يقول جابر إنه جمع صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين أذن أذانا واحدا ثم أقام لكل صلاة إقامة وهذه هي السنة ومن جمع بين الصلاتين لا يشرع له أذانان ولا يشرع له أن يفصل بين الصلاة والصلاة بسنن راتبة بل يجمع بينهما وتسقط السنن لأن المقام مقام ترخص قال ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ركب القصواء حتى أتى الموقف لأنه إنما خطب وصلى صلى الله عليه وسلم في عورنا ولما انتهى فرغ وجاء إلى دخول عرفة قال فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخارات الواقعة قريبة من المسجد وهو جبل قال وجعل حبل المشاة بين يديه ما حبل المشاة؟ حبل المشاة صف المشاة ومجتمعهم يقال له حبل المشاة ويقال حبل الرمل ما طال من الرمل وكان ضخما بحيث يرى فهو الطريق الذي يسلك فيه المشاة ويكون مجتمعا يسمى حبل المشاة وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة هذا شروع في أعظم عبادات الحج يوم عرفة وهو الوقوف بعرفة هو آكد أركان الحج وهو أعظمه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة قال الحج عرفة وبين صلى الله عليه وسلم بأنه بهذا الركن يدرك الحج فقال من جاء ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج يقول الإمام وكيع بن الجراح هذا الحديث أم المناسك يعني هو رأس وأصل الأحاديث التي تدل على ركنية الوقوف بعرفة وقف بعرفة صلى الله عليه وسلم والمراد بوقوفه بعرفة توجهه للدعاء وتفرغه لذلك وانتصابه لهذه العبادة العظيمة وعدم اشتغاله بشيء آخر قال واستقبل القبلة نعم واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس منذ متى بدأ؟ بعد فراغه من صلاة الظهر والعصر وقد صلى العصر تقديما قال حتى غربت الشمس وإذا كنت تتكلم عن وقت صيف ومقدار الساعات فيه كما هو معلوم فأنت تحسب ما لا يقل عن أربع ساعات إلى خمس ساعات بحسابنا اليوم قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس معشر الحجيج هذا والله درس كبير لنا في حجنا وإذا أكرمك الله فأتيت عرفة اجعل هذه الجملة نصب عينيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الوقوف بعرفة بهذه المدة الطويلة في حين أنه حج ومعه ليس زوجة ولا اثنتان ولا ثلاث ولا أربع كل زوجاته صلى الله عليه وسلم ومعه أهل بيته ومعه أصحابه وفيهم مئة وعشرون ألفا منهم من لم يره إلا في عرفة ومنهم من لم يدركه إلا بمكة تعرف ماذا أقصد؟ أقصد أن بينهم ألوف ملؤهم الشوق إلى السماع منه صلى الله عليه وسلم وإلى اكتحال العين برؤيته وإلى الجلوس معه وإلى السؤال والاستفسار والتعلم أين ذهب كل ذلك؟ كل ذلك غاب يوم عرفة غاب كل ذلك وحضر شيء واحد لم يزل واقفا حتى غربت الشمس والله كم نحن بحاجة إلى أن نوطن النفوس يوم عرفة أن نجد لها مستقطعا من كل شيء في الحياة حولنا لا رفقتنا في الحج ولا صحابنا ولا أزواجنا وأولادنا وأهلنا ومن معنا كل الدنيا ينبغي أن يكون لها وقت مستقطع في الحياة يوم عرفة ثم ها هنا لفتة جاءت النصوص تدلنا على شرف ذلك اليوم وفضله وكرم الله الذي ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بالعباد عشية عرفة ملائكة السماء يباهي بالعباد الفقراء المخلوقين المذنبين العصاء يباهي بهم ملائكة كراما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من نحن حتى يباهي بنا جنسا من خلقه ما خلقوا إلا لطاعته الموقف عظيم والله والكرم الإله جليل وإنه لا يدني ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وفي لفظ أشهدكم أني قد غفرت لهم وفي الحديث الآخر ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة من استشعر ذلك كله والله ما هان عليه أن تمر عليه ساعة في عرفة مستلقيا يبحث عن نوم ولا صارفا للوقت فوق الحاجة مستغرقا في طعام وشراب أو بالحديث والقيل والقال مع الرفاق والأصحاب انتبه ليس هذا تحريما لما أحلى الله لكنه بحث عن الكمالات في الأوقات الفاضلة المباركات بحث عن المراتب العولى فوز نحو أعلى الدرجات يا أخي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتظن أنه استغرق في الدعاء الطويل ملحا على ربه لظهور لذنوب عظيمة أثقل الظهره الشريف صلى الله عليه وسلم أو لأوزار ملأ بها صحيفته حاشاه والله صلى الله عليه وسلم وهو القائل له ربه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال له ربه ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك طيب فماذا عني وعنك أصحاب الذنوب والخطايا والتفريط والتقصير أصحاب المعاصي أصحاب الآثام أصحاب ما نعرف كل مننا عن نفسه نحن أحوج والله فما بال أحدنا إذا استقبل القبلة يوم عرف ورفع يديه خمس دقائق نصف ساعة وإذا بلغ الساعة شعر بالاكتفاء وأنه أفرغ كل ما في صدره وانتهى أين أنت عبد الله هذه دقائق والله شريفة وأنفاس نفيسة ما ينبغي أن تذهب علينا سدى يوم عرفات علينا أن نقتصد كثيرا يوم عرفات من الرفاق والصحبة والأقارب والجمع نعم لن يحج أحدنا وحده سيكون مع رفاقه ومع مخيمه الذي هو فيه لكن يحتاج إلى أن يختلي بنفسه وأن يتفرغ لعبادة ربه حسبك إذا صليت الظهر والعصر وأكلت لقمة تسد بها جوعتك وتشد بها صلبك أن تتفرغ للدعاء بل إن الصحابة تعجبوا من شدة انتصابه ودعائه وعدم التفاته صلى الله عليه وسلم والله ما أثر أنه التفت ولا تكلم مع أحد ولا خاطب أحدا رغم ما كان حوله من الجمع الكبير الغفير الذي تعلم شكوا حتى في صيامه فبعثوا له بإناء فيه لبن فأخذه فشرب فاعلموا أنه ليس بصائب ولو لم يفعلوا ذلك لشكوا في صيامه من عدم انقطاعه والتفاته ولا شرب ماء ولا أكل طعام لن يشق أحد مننا على نفسه فوق طاقته لكنها دعوة في يوم عرف إذا أكرمنا الله على ذلك الصعيد الطاهر أن لا يرى الله من أحدنا إلا حرصا وإقبالا إلا فرحا واستبشارا ربنا يباهي بنا ملائكة السماء للعبد والله أشد فرحا بكرم ربه من فرحة ربه به في ذلك اليوم العظيم فرحة الخلق بالخالق ماذا عساها أن تقابل به إلا مزيد فرح واستبشار وصدق في الإقبال على الله ربك كريم يفتح لك الباب ويعطيك من عطاياه أن يليق بك أن تكون حينها نائما معرضا منصرفا منشغلا حسب أحدنا إذا أدرك هذه المعاني يوم عرف كيف يعيشها في صدق إقبال والتماس لعفو الله ورضى الله ورحمة الله وأرضف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص لهذا قال الفقهاء الواجب في عرفة البقاء إلى الليل فمن وقف نهارا أخذ جزءا من الليل حتى غاب القرص وليس مجرد غروب الشمس بل يأخذ جزءا من الليل مع النهار وبعض الفقهاء يوجب الدم على من خرج قبل غروب الشمس أو خرج ولم يأخذ جزءا من الليل معه في الوقوف قال وأردف أسامة خلفه من أسامة؟ أسامة بن زيد الحب ابن الحب حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه يعني على الداب وها هنا معنيان لطيفان أحدهما حفاوته صلى الله عليه وسلم بأسامة وحبه له لأنه خصه من بين أصحابه فأردفه خلفه وهذه منقبة لأسامة أيضا وفيه معنى آخر تواضعه صلى الله عليه وسلم سيد البشر وإمام الخلق صلى الله عليه وسلم لا يستنكف إذا رقب البعير أن يركب واحدا خلفه من أصحابه ولو كان من صغار الصحابة كأسامة أسامة حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز سنه ثمان عشرة سنة ومع ذلك هو حبيب في قلبه صلى الله عليه وسلم فأردفه خلفه قال ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حبل الناقة شنقها يعني كان يسحبها ماذا يريد سائس الدابة إذا شنق الحبلة يريد بها التمهول والتريث وعدم الاستعجال حتى إن رأسها الناقة ليصيب مورك رحله مورك الرحل وهو مقدمه الذي يكون مرتفعا وعاليا وربما استراح عليه الراكب فوضع قدمه عليه أو أمسك بيده عليه قال من شدة شنقه لزمام الناقة يكاد رأسها يعني من شدة الرجوع إلى الخلف يصيب رأسها من الخلف مورك الرحل قال ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة لأنهم في نسك وليس الاستعجال محمودا إلى درجة أن يؤذي الناس في استعجال يركب بعضهم بعضا كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة كلما أتى حبلا من الحبال ما الحبل؟ مجمع الرمل وصعود الجبل كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد لأنه لو ظل يسحب زمام الناقة لم تصعد الجبل وهو يسحبها إلى الوراء قال حتى أتى المزدلفة نعم فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ولم يسبح بينهما شيئا ما معنى لم يسبح بين المغرب والعشاء؟ لم يذكر الأذكار ولم يصل السنة الراتبة؟ هذه السنة إذن في الصلاة في مزدلفة الجمع بين المغرب والعشاء يجمع الحاج وقت وصوله مزدلفة فإن وصلها بعد وقت العشاء فهذه هي السنة وإن وصل مبكرا كما لو كان في طلائع الحجيج في النفرة من عرفة فوصل في النفرة من عرفة فوصل المزدلفة مبكرا وهذا يحصل لمن كان في طلائع الطرقات وركب السيارة أو ركب القطار إذا بهم يصلون في حدود عشرين دقيقة وربما بلغوا مزدلفة ولم يدخل بعد وقت العشاء فهل يصلون؟ بعض الفقهاء يوجبوا الانتظار حتى يصلي بعد دخول وقت العشاء والصحيح أنهم يصلون متى وصلوا فإن وصلوا قبل كان جمعة تقديم وإن وصلوا بعد كان جمعة أخير يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا لم يذكر جابر رضي الله عنه هنا شيئا قال لم يسبح بينهما ثم اضطجع صلى ونام فأين الوتر وأين قيام الليل الذي لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم تركه قال بعض الفقهاء السنة في المزدلفة ألا يصلي الوتر ولا القيام بل العبادة هنا هي النوم تدري لما؟ لأنه كان عليه الصلاة والسلام في غاية الاجتهاد وحتما يصيبه من التعب والنصب ما يحتاج معه إلى الراحة أول وصوله المزدلفة تحرك من منا صباحا نزل في نمرة ضربته القب خطب الناس صلى الظهر والعصر ظل واقفا حتى غربت الشمس غاب القرص نفر تحرك إلى مزدلفة هذا تعب متواصل ونهار بأكمله حتى أتى المساء صلى المغرب والعشاء وبحاجة إلى الراحة والنوم وكم هو لذيذ هذا النوم بعد تعب وإرهاق لكن ليت شعري الذي نام بعرف ساعات كحال بعض الحجيج ما حاجته إلى النوم في مزدلفة بل إن بعضهم يمتد به النوم حتى آخر الساعات قبل المغرب يوم عرفة أحيانا جهلا أو غفلة فنحتاج إلى التواصل بيننا يا كرام وبعض الفقهاء يقول بل إنه صلى الله عليه وسلم صلى الوتر وإن لم يذكره جابر جابر ما ذكر التفاصيل الدقيقة وعدم ذكره للوتر لا يدل عدى عدم صلاته صلى الله عليه وسلم للوتر والأمر فيه سعى ولعل السنة المحافظة على الوتر لمن كان محافظا عليه أن لا يتركه نعم ثم اضجع ثم اضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة بات حتى الفجر هذا المبيت بمزدلفة هو من أعمال الحج هو واجب عند الجمهور واجب عند الجمهور ومعنى الواجب أنه يجبر في تركه بدم لمن تركه ومعنى الواجب أنه ليس ركنا وإن قال الظاهرية بأن المبيت بمزدلفة ترك لكن خلاف ما عليه الجمهور مالك والشافعي وأحمد يرون المبيت بمزدلفة واجبا والوقوف بها بعد الفجر للدعاء سنة وأبو حنيفة يرى العكس يرى المبيت بالمزدلفة السنة والوقوف بها للدعاء واجبا والحنفية لما يوجبون الدم لمن تحرك من مزدلفة قبل الفجر ليس لترك المبيت بل لترك الوقوف بعرفة فإنه عندهم واجب وعلى كل حال فالوقوف بمزدلفة المبيت بمزدلفة من أعمال الحج ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة ومن كان في حكمهم أو من كان يرافقهم رخص لهم في التحرك من مزدلفة بعد غياب القمر يعني بعد منتصف الليل فإذا وصلوا منا في منتصف الليل رموا جمرة العقبة وتعجلوا قبل الحجيج رخصة لهم وتيسيراً عليهم فيما جاء منه صلى الله عليه وسلم أما هو عليه الصلاة والسلام فإلى متى ظل في مزدلفة ظل حتى طلع الفجر وأين صلى الفجر صلى الفجر في مزدلفة صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة هل صلى سنة الفجر ما ذكره جابر في الحديث لكن المعهود عنه صلى الله عليه وسلم عدم تركهتين الركعتين وتقول عائشة رضي الله عنها إنه ما تركهما حضراً ولا سفراً صلى الله عليه وسلم نعم ثم ركب القصواء ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهل له ووحده حتى أتى المشعر الحرام ما المشعر الحرام؟ قيل هو مزدلفة لكن هو الآن في مزدلفة نعم المشعر الحرام جبل صغير يقع في مزدلفة هو الآن بجواره مسجد مزدلفة الكبير الذي يصلي فيه الحجيج قال حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة هذه سنة يا كرام لمن تيسر له صلاة الفجر بمزدلفة إن لم يأتي المشعر الحرام إن لم يأتي المشعر الحرام فمزدلفة كلها موقف حيث كان مبيتك في مزدلفة وصليت الفجر استقبل القبلة وادعو هذا أحد مواطن الدعاء المشروعة في الحج تدعو بما تحب دعاء حتى يسفر الصبح جدا ما معنى يسفر الصبح جدا؟ حتى ينتشر ضياء الصبح وقبل طلوع الشمس إذن ليس هو انتشار ضوء الشمس لا بل تبدد ظلام الليل وانتشار ضياء الصبح نعم قال فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا يعني هي الدقائق الأخيرة قبل طلوع الشمس فدفع فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل ابن عباس ما معنى دفع تحرك من أين من المزدلفة أين يريد يريد ومين أردف من الفضل ابن عباس وفي التحرك من عرفة أردف أسامة ماذا تفهم كان يوزع حبه صلى الله عليه وسلم على صحابته يعطي هذا فرصة ويعطي هذا فرصة أعطى الفضل ابن عباس ابن عمه وأعطى أسامة بن زيد حبه وابن حبه لكنها في الأخير مناقب لهؤلاء ولك أن تتخيل أن يكون صحابي في رفقته من بين مائة وعشرين ألفا يأذن له بالركوب خلفه صلى الله عليه وسلم هذا شرف كبير إذا ما وجد الصحابة هذا المعنى العظيم وجدوا هذا القلب الكبير منه صلى الله عليه وسلم فلا تعجب كيف أسر قلوبهم حبا له عليه الصلاة والسلام هذا موقف رصده الصحابة بعرفة لكن كم من المواقف بمكة والمدينة على مدى ثلاث وعشرين سنة كان يقدم فيها حب القلب صلى الله عليه وسلم لصحابته والله كانوا يحبونه أكثر من نفوسهم كما قال عمر فلا أنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله لا تعجب كانوا يجدون لونا من التعامل فيه غاية من اللطف والرفق والحب والإحسان في حين أنه ليس هو المحتاج إليهم صلى الله عليه وسلم بل هو الذي يحتاج إلى أن يتلطف في التعامل معه والتودد إليه والتقرب إلى جنابه ومقامه الكريم صلى الله عليه نعم وأردف الفضل وأردف الفضل ابن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما من هذا فضل ابن عباس كان وسيما جميل الطلعة بهية النظرة حسن الشكل قال فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين ضعن جمع ضعين والمراد به المرأة فإنها تسمى ضعينة وهنا أيضا دافعات من مزدلفة إلى منا حاجات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنع بابا من أبواب الفتنة بين الفضل لجماله ووسامته وحسنه وبين النساء من حوله قال فطفق الفضل ينظر إليهن يعني لأنه في الطريق ولم يكن ينظر يقتحم حرمة بيت حاشا ولا خيمة امرأة حاشا لكنه في الطريق راكب فيمر بنساء تجرين في طريقهن وهو راكب وبصره يقع يمنة ويسرع على هؤلاء النسوة قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر هذا الصنيع يقول الفقهاء فيه عناية منه صلى الله عليه وسلم بالفتيات والنساء الضعينات أن لا يفتن بالفضل في جماله ووسامته وحسنه وأن لا يفتن الفضل فإنه جعل يصرف نظره يمنة ويسرى طيب ولما صرف نظره يمنة إلى اليسرى لا تزال الضعيناتها هنا ولما أعاده من اليسار إلى اليمين لكن الفرق بين نظرة تقع على غير تأمل واستدامة واستطالة نظر وبين نظر يقع مرة بعد مرة ولا ما فر منه ولا يأمر الإسلام بأن تغلق عينيك إذا كنت راكبا غض البصر مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم بكل كمال النبوة وعظمتها أقام هذا الصنيع مع ابن عمه الفضل بن العباس وأيضا مع الصحابيات في حجهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالغة في الحرص على أمته من أبواب الفتنة خصوصا في منسك عظيم يحتاج إلى استجماع قلب يقبل فيه العبد على طاعة ربه وذكره سبحانه وتعالى قال حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم بطن محسر واد واد المحسر يقع في الحد بين مزدرفة ومينة والصحيح أنه ليس من مينة وليس من مزدرفة بل هو برزخ بينهما حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا يعني استعجل في تحريك دابته قليلا نعم ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى الطريق الوسطى تفهم منها أن الطريق بين مزدرفة ومينة كان يمر بثلاث طرق سلك منها النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى والسبب أنها الطريق التي توصله إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة اليوم لا توجد هذه الشجرة لكن جمرة العقبة وجمرة العقبة في جمرات مينة هي الأخيرة في الترتيب لمن قدم من طرف مينة من بدايتها فهي آخر الجمرات الثلاث للقادم من وسط مينة وهي أولها من حد مكة فمن جاء من مكة واجه جمرة العقبة أولا ومن كان من مزدلفة قادما أو من أطراف مينة وداخلها تكون هي الأخيرة في يوم العيد لا ترمى من الجمرات الثلاث إلا الأخيرة الكبرى جمرة العقبة بينما ترمى ثلاثتها أيام التشريق قال رضي الله عنه حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات ما ذكر جابر في الحديث هنا رضي الله عنه الحصيات هذه من أين جاء بها صلى الله عليه وسلم وصح في الأحاديث الأخر أنها جمعت له صلى الله عليه وسلم من مزدلفة فالسنة ليلة العيد لمن بات بالمزدلفة أن يجمع سبع حصيات لا أكثر لرمي جمرة العقبة يوم العيد وباقي أيام التشريق من أين تأخذ حصياتها من أماكنها حيث يكون الحاج من منا أو من الطرقات أو من حيث يتيسر له ولو أوتي بها جاهزة فلا حرج الحصيات في السنة أن تكون حصيات وسطا في الحجم مثل حص الخذف كما سيقول الآن وحص الخذف هو الحص الذي يستطيع الشخص أن يضعه على طرف أذفره ويضغط به مع الإبهام فيقذف به وهو في حجم حبة الحمص أو البندق فحجم يسير أما المبالغة في الحصيات الكبار فليس من السنة في شيء قال رماها بسبع حصيات نعم يكبر مع كل حصات منها حص الخذف رما من بطن الوادي طيب يكبر مع كل حصاء كيف يقول مع كل حصاء الله أكبر ويرمي الحصاء فكم تكبيرة سيكبر سبع تكبيرات مع سبع حصيات السنة أن يستمر الحاج في تلبيته بين عرفة ومزدلفة بين مزدلفة ومينة في الطريق يوم العيد إلى أن يأتي جمرة العقبة فيقطع التلبية مع تكبير الجمرات وهنا سينتقل الحاج من التلبية إلى التكبير لأن اليوم عيد والناس قد صلت العيد وهو يشرع في تكبير فالليلة عيد واليوم عيد ويكبر تكبيرا يملأ به أيام التشريق وما بقي من أيام النسك قال يكبر مع كل حصات منها حص الخذفي وهو الذي يوضع بين السبابتين فيرمى وحص الخذفي بهذا الحجم هو من السنة فليس من المشروع المبالغة أو الغلو قال عليه الصلاة والسلام بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فنهى عليه الصلاة والسلام واليوم من رأى جسر الجمرات والسعة التي هيئت لها بفضل الله للحجاج علم أن المسألة لا تحتاج إلى مزاحمة ولا مدافعة أربعة طوابق كل طابق منها مد البصر يسع ما شاء الله من الحجيج في اللحظة الواحدة وعند كل جمرة من الجمرات شاخص بجدار يمتد نحو أربعة عشر مترا محاط بحوض متسع يرمى من جميع الجوانب والجهات فعندئذ يعلم الحاج أن المطلوبة رمي الحصيات حتى تقع في الحو سواء أصابت الشاخصة أم لم تصبه ليس المطلوب أن تقذف الجدار الذي يقع وسط الحو المطلوب إيقاع الحصى داخل الحوض فلا حاجة إلى التعجل والرمي من بعيد كما يفعل بعض الناس خوفا إذا أقبل ورأى جموع الحجيج فتهيب فخاف من الدخول فرمى من بعد فإذا رمى من بعد ربما وقع في أمرين الأول أن لا تقع الحصى داخل المرمى ومثل هذا لا يحتسب في الرمي والآخر وهو أشد من الأول ربما أصاب الحذا أذى لإخوانه فوقع في رأس أحدهم أو في عينه ولو اقتربت عبد الله لأدركت كم في الأمر من يسر وإذا جاء الإنسان مراعيا ما وضعت له الترتيبات والإجراءات من الأوقات للتفويج والنزول إلى الجمارات أعلم أن الأمر أيسر من ذلك بكثير إن شاء الله تعالى نعم ثم انصرف إلى المنحر فنهر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى علي ثم انصرف إلى المنحر ما المنحر؟ المكان الذي تنحر فيه الإبل واليوم يوجد في مينة منحر يسمى المسلخ ويوجد خارج مينة مجموعة من المواضع المخصصة لذبح الهدي والأضاحي والكفارات التي يحتاج إليه الحجيج كل عام انطلق عليه الصلاة والسلام إلى المنحر الآن ماذا فعل من أعمال يوم العيد؟ رمى بدأ بالرمي ثم اتجه إلى المنحر فماذا فعل؟ نحر الهدي كم اجتمع قلنا من الهدي الذي جاء به عليه الصلاة والسلام والذي جاء به عليه؟ مئة من البدن كم الواجب من الهدي على الحاج؟ ايش؟ ناقة واحدة؟ لا شات واحدة أو سبع بقرة أو سبع بدنة كان يكفيه صلى الله عليه وسلم سبع ناقة لكن كم قدم؟ مئة يعني لو قدم ناقة واحدة كاملة لكان قدم الواجب وستة أضعاف لو قدم ناقة واحدة لكان مؤديا للواجب وستة أضعاف فلماذا ذبح مئة من الإبل هديا للبيت الحرام وتعظيما لشعائر الله؟ قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فكان عليه الصلاة والسلام معظما لربه في حجه فقدم مئة ناقة قال نحر منها صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بيده ثم أعطى علي فنحر ما غبر يعني ما بقي قال الفقهاء في هذا من اللطائف أنه نحر من الإبل المئة عددا بقدر سنوات عمره صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين ثم أعطى علي فنحر الباقيات وفي بعض الألفاظ في الروايات لما اجتمعت له النوق صلى الله عليه وسلم جعلت تتسابق إليه تقدم أعناقها ينحرها واحدة بعد واحدة صلوات ربي وسلامه عليه قال وأشركه في هديه أشرك من؟ أشرك علي رضي الله عنه في الهدي الذي ساقه به نعم ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت ثم أمر من كل بدنة ببضعة يعني بقطعة لماذا؟ ليأكل هو يريد أن يطبق قول الله فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر طب هذه مئة كيف سيأكل من المئة؟ أمر بقطعة من كل واحدة فجعلت في قدر فطبخت فلما أكل كأنما أكل منها جميعا صلى الله عليه وسلم فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مراقها وهذه السنة لمن تيسر له أن يأكل من هديه فأما الذي وكل الجهات المعنية أو وكيلا يتوكل له في ذبح هديه ولا يستطيع الوصول إليه فلا يتعنى لأننا ندرك كم في الحج من زحام ولما يقدم ما يزيد على مليوني مسلم وافترض أن لكل واحد منهم هديا واحدا تتكلم على مليوني ذبيحة بين بقر وغنم وإبل فكيف إذا كان هناك من سيذبح أضاحية أيضا مع الهدي يتضاعف العدد وهناك من يذبح كفارات فالعدد أضعاف أضعاف وسيكون الموكلون بالذبح عندهم من الزحام وكثرة اللحوم ما قد يشق على الحاج أن يفعل لكن نقول من تيسر بأن وكل شخصا ذهب إلى المسلخ فاستطاع أن يأتي بالذبيحة فيأكل منها هذه سنة ولا شك نعم ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت ثم ركب من أين من المنحر في ميناء هو الآن ماذا فعل رمى جمرة العقبة ثم نحر لم يذكر جابر هنا رضي الله عنه حلاقة رأسه حلق رأسه صلى الله عليه وسلم وجلس ثم جمع شعره وقد تساقط فأعطى نصف شعره لأحد صحابته من هو؟ أعطى نصف شعره لواحد من الصحابة وقسم النصف الآخر على الباقي أعطاه لطلحة أعطاه لأبي طلحة نعم أعطاه لأبي طلحة رضي الله عنه فكان الشعر عنده وعند أهل بيته ثم بقي عند أنس رضي الله عنهم جميعا لما حلق رأسه صلى الله عليه وسلم ونحر هديه توجه إلى البيت فالسنة لمن تيسر أيضا له ترتيب هذه الأعمال على هذا الترتيب الرمي فالنحر فالحلق فالطواف ورخص صلى الله عليه وسلم في تقديم بعض هذه الأعمال على بعض ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في المناسك يومئذ إلا قال افعل ولا حرج ربما قال له الرجل يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج قال الثاني أفضت قبل أن أنحر قال افعل ولا حرج فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم ثم أفاض إلى البيت يعني للطواف فهذه السنة في جمع هذه الأعمال رمي ونحر وحلق وطواف فأفاض إلى البيت دل حديث عائشة في غير رواية جابر هنا قالت رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فدل على أنه تطيب لما نزل للطواف هذه سنة أيضا مرم العيد جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه وكان قد وكل غالبا في الهدي له أن يزيل ملابس الإحرام ويتنظف ويتطيب فيطوف بالبيت بطيب ولباس نظيف ولو جاء ملابشرة بلباس إحرامه فأيضا لا حرج نعم فصلى فصلى بمكة الظهر صلى بمكة الظهر أي يوم؟ يوم العيد طيب تابع معي تحرك من مزدلف متى؟ بعدما صل الفجر وقبل شروق الشمس ماذا فعل من الأعمال؟ أتى ميناء الآن هو تحرك مسافة انتقل من مزدلف إلى ميناء رمى جمرة العقبة ونحر ثلاثا وستين من البدن وطبخ مرق ولحم وأكل وشرب وحلق الرأس وتحرك من ميناء إلى مكة وصل الظهر فين؟ هذا على ماذا يدل؟ على مبادرة بأعمال الحج يوم الحج الأكبر ولهذا سمي يوم الحج الأكبر يوم النحر لاجتماع أمهات أعمال الحج فيه وجل الواجبات أيضا فيه وانتقل عليه الصلاة والسلام فصل الظهر بمكة هكذا يقول ابن جابر فصل بمكة الظهر في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال صل الظهر بميناء وهذا أعجب يعني انتهى وطاف ورجع إلى ميناء وصل الظهر هناك وللعلماء بين هذين الحديثين مواقف هذان حديثات ولم يحج إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم فإما أن تقول صل الظهر بمكة أو تقول صل الظهر بميناء وكلا الحديثين صحيح أخرجهما مسلم ما تستطيع تقول أحد الحديثين ضعيف فمن العلماء من رجح حديث جابر وقال بل صل الظهر بمكة وحديث ابن عمر وهم ومنهم من رجح حديث ابن عمر واعتبر هذه الجملة في حديث جابر وهما ومنهم من صحح الحديثين وقال بل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الظهر بمكة لأهل مكة ثم عاد إلى ميناء فصل الظهر بهم لأهل ميناء لمن كان هناك وهي مسالك لمحاولة الجمع بين هذين الحديثين نعم فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه ثم أتى بني عبد المطلب أتى بني عمومته صلى الله عليه وسلم وهم يسقون على زمزم وهذه من الوظائف التي كانت قريش وزعتها على قبائلها في شرف البيت الحرام وخدمته فمن قبائل قريش من تولى سدانة الكعبة ومن تولى حجابتها ومن تولى السقاية ومن تولى الرفادة وعبد المطلب لما كان سيد قومه وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له الشرف والسؤدد فبقي في بنيه شرف السقاية ما شرف السقاية يقفون على بئر زمزم يستقون بالدلاء يسقون الحجيج يتشرفون بهذا الدور بخدمة الحجيج وبنو عبد المطلب بنو عمومته صلى الله عليه وسلم أعمامه وبنو أعمامه ولذلك فإن العباس لما حج استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق ألا يبيت بمينة من أجل سقاية الحجيج في الحرم يسقيهم زمزم فرخص له صلى الله عليه وسلم هذا شرف فترك المبيت وبقي في سقيا الحجيج قال أتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم في رواية أخرى في الصحيح جاء صلى الله عليه وسلم إلى زمزم ووجد العباس عمه وأولاده حول البئر فطلب دلو يشرب فقال العباس لابنه انطلق إلى أمك فاطلب منها دلو عندهم في البيت زمزم نظيف محفوظ وربما كان مطيباً فأراد أن يسقي النبي صلى الله عليه وسلم من الذي عنده في البيت قال اسقني فاستعجل العباس ولد قال انطلق إلى البيت فأتي بزمزم من أمك من هناك قال اسقني أصر عليه الصلاة والسلام أن يشرب من الدلو من فم البئر فناولوه دلو فشرب يقول انزعوا بني عبد المطلب يعني حث لهم وتشجيع استمروا في نزع الدلاء من بئر زمزم وسقي الناس ثم انظر إلى جملة توقفك على شرف من أكرمه الله بخدمة الحجيج قال فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم يقول هو شرف وتمنى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الدلو معهم ويسحب بالحبل وفي رواية أخرى في الصحيح قال لو ضعت هذه على عاتقي يعني يجعل الحبل على عاتقي ويسحب الدلو صلى الله عليه وسلم لكنه خاف لو فعل ذلك لجاءت الأمة من بعده كلها تريد تطبيق هذه السنة فيسحبون الدلاء فيغلبون بني عبد المطلب وتزول عنهم السقايا ويفوتهم هذا الشرف قال لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم لكن لو نزع لجاءت الأمة كلها تقتفي به وتقتدي به وتفعل فعله صلى الله عليه وسلم وسيأتي كل إنسان يحج يقول أريد أن أفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام ولو دلوا طيب لو يحج 2 مليون ستحتاج إلى 2 مليون دلوا يسحبها واليوم لا دلاء بحمد الله وتيسترد سقيا زمزم يشربها الحجيج بكل يسر وسهولة فجزى الله القائمين عليه خير الجزاء قال فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم وَلَوَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنِ حَفْصٍ ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الإمام مسلم سندا آخر للحديث بالرواية ذاتها من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر لكنه إنما أراد جملة فيها اختلاف فساقها نعم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدرفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش بقي سطر قال فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدرفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل أتى الإمام مسلم رحمه الله بهذه القطعة من طريقه الآخر في روايته لهذا الحديث لأجل هذه الجملة قال وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري من أبو سيارة؟ أحد من كان يقود قوافل الحجيج لقريش قبل الإسلام واسمه عمير بن الأعزل قال وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري والحمار العري والفرس العري التي لا سرج لها ولا شيء على ظهرها قال فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدرفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه يعني أنه سيقف بالمزدرفة ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل تم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي ساقه الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتم لنا بحمد الله تعالى في هذه المجالس الثلاثة ما كان مقصودا الوقوف عليه من جمل الفوائد ورؤوس المسائل وإلا فهي كثيرة جمة غفيرة تقدم في أول مجلس ذكر عناية العلماء بهذا الحديث وبيان ما فيه من الفضل وصل اللهم وسلم وبارك على عمدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة